موسيقى اهلا بكم في فيديو جديد عن قراط عرباردوار اول حاجة بعتذر على الكوالت بتاعت الويس اوفر عشان انا بسجل في القودة بتاعت الوتال في المانيا فهتلاقوا الصوت مختلف شوية عن اللي انتو بتعودين عليه على الكوال النهاردة اتكلمكم على لعبة انا متحمس لها جدا فانا اللعبة دي من اكتر لعبة اللي عجباتني في جيمس كوم هتكلمكم النهاردة على داينج لايت باب بلاد طب انتو عارفين الفترة دي موضوع الباتل رويل بقى هو الترنديج كل استوديوهات بقت عايزة تحشر اللعبة بتاعتهم في الباتل رويل عندك مثلا كل اوف ديوتي عملت بلاكاوت عندك باتل فيلد عملت جيموت باتل رويل فورتنايت كده كده خديته من بوب جي ببيرات دادري دامشن بيقولوا احتمال يكون فيها باتل رويل ما نعرفش لكن اللي عجبني في اللعبة دي انهم اخدوا الباتل رويل بطريقة مختلفة تماما او مش تماما بس طريقة مختلفة يعني وحطوا الثيم بتاعهم فيها استوديو تاك لاند قدم لنا تجربة حلوة جدا في جيمس كامل اللعبة عبارة عن باتل رويل لكن اتناشر واحد بس في الجيم هم قالونا باللفز احنا مكناش عايزين نعمل ميت واحد عشان مش عايزين الجيم يقعد عشرين ديئة او خمسة عشر ديئة احنا عايزين الموضوع يبقى كاجول اكتر عايزين الجيم اخر يقعد عشر دقائق او ثمان دقائق عشان الناس ما تزهقش نظام الباتل رويل في اللعبة دي ماشي ازاي زي اي باتل رويل انت بتبدأ الاول في اللوبي وبتعد تهابل شوية وتضرب شوية الناس ومش عارف ايه انت في الاول خالص بتنزل في مكان عشوائي جدا مش بتنط من طيارة ولا بتنط من اوتوبيس ولا الكلام اللي احنا متعودين عليه ده انت فجأة بتلاقي نفسك وقعت كده من السقف وقعت على وجه دي بقيت الحاجة وحشة ان انت مش هتعرف تختار المكان اللي انت تنزل فيه مثلا لو انت بتحب تنزل في مكان معين زي مثلا تلت التاورز فورتنايت مفيش الابشن ده اوي في اللعبة دي لكن الحلو فيها ان انت بتبدأ بسرعة على طول لو بتنزل تجري على طول اول حاجة جيمود متقسم لناس حقيقية زيك لناس يعني الناس بتاعب اونلاين زيك ومتقسم كمان لأي اي 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 بيبقى على شكل زومبيز ماشي الهدف بها اي او تعمل اي عشان تكسب انت طول ما انت عايش انت بتحاول تعمل ابجكتف وهو ان انت تجمع عدد معين من البلوت سامبلز او كمية متدم يعني البلوت سامبلز اي هتلاقيها في خلايا الدم متوزعة في مكان عشوية في الماب وحاولين كل خلية هتلاقيها بيحرصها شوية زومبيز وفيهم يعني الزعين بتاعهم وتلاقي زومبي كبير شوية بيكون صعب ان انت تقتله فانت طبعا ما يفعش تخلش على الناس دي من الاسلحة فانت اول ما تنزل مفوط تجري تدور على لوت تدور على الاسلحة تدور علي على كل الكلام ده بعد ما ترسق نفسك تبتدي تتحرك على خلايا من الخلايا دي وانت مفوط تجمع كمية معينة من البلوت سامبلز بعد ما تجمع كمية مطلوبة هتلاقي فيه هليكوبتر هتنزل في مكان في الماب الشرط الوحيد اللي انت تركب الهليكوبتر دي هو ان انت تكون معاك الكمية من الدم المطلوبة لكن في حوار ان انت فيه 12 واحد بيعمل نفس المهمة اللي انت بتعملها دي وفيه واحد بس فيكو هو اللي هركب الطيارة فانت قدمك حل ليه يا ايما تروح تقتل الزومبيز وتقتل الزعيم بتاعهم وفعلا تجمع الكمية من الخلايا الخلايا المتوزعها في الماب يعمل الحل التاني هو ان انت تقتل ناس اللي بترعب اونلاين اللي هي جماعة اصل الخلايا دي بس طبعا انت تقتل ناس هيبقى اصعب ان انت تقتل زومبيز كده كده انا بصراحة اكتر حاجة في اللعبة دي هي تحس ان انت فيه باركور في الموضوع كل شوية بتنط وتتشعلق حاجات وتتشقلب ومش عارف ايه وكده لعبة سريعة جدا لعبة بتتطلب رياكشنز عالية جدا عشان فيه يعني بجانب الاسلحة فيه بالسطور وبالكازلك وبالسيف وكل الكلام ده سراحة لعبة دي عجباني جدا جرافيكس برده طبعا حلو قوي ودي فعلا اللعبة اللي هم استنيها تنزل يعني وليه رأيكم في اللعبة دي برده تحت في الكومنز ستاشت برده تعمل لايك الفيديو تعمل ستسكرايب لعرب هارد ويرب واشوكو بدجلي ان شاء الله واسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة